كانت بعنوان أمراض العظام في الطب البديل جزء أول جزء تاني وهنا حدث هجوم عنيف جدا من مفيا تجار البشر على العبد لله وأهلا وسهلا بهم ما فيش مشكلة معايا خالص أنا كنت ناوي ووقف بصراحة بس هم زقوني زقا كده فهيختر أن أنا أكمل زعلنين قوي أن أنا بتكلم أن ما فيش كريمات بتخفف الانزلاق الغضروفي أيوة ما فيش كريمات بتخفف الانزلاق الغضروفي ما فيش كريمات بتخفف خشونة الرجبتين أيوة ما فيش كريمات بتخفف خشونة الرجبتين ما فيش كريمات ولا مراهم تخفف أمراض العظام نعم ليس هناك كريمات أو مراهم تخفف أمراض العظام أنت إزاي تقول علينا تجار بشر نعم أنتم تجار بشر تتجيرون بألام الناس وتتحدثون فيما ليس لكم به شأن من قريب أو من بعيد كل هذا كل هذا الهجوم دفعني فعلا زقني بجد على رأي ربول يعني نفسي أعرف مين زقني أن أنا أكمل تاني أمراض العظام في الطب البديل وهذا هو الجزء الثالث من هذا العنوان المثير للشجن بالنسبة لتجار البشر وكريمات العظام اللي مالية الشاشة ومراهم العظام اللي مالية الشاشة والتجارة على حضراتكم وألام حضراتكم وإنتوا هتجدوا حاجة غريبة جدا وافتكروني بها بدعوة كده بظهر الغيب لله سبحانه وتعالى يعني أسبوع بكتير هتجد الشاشة اتشال منها كريمات العظام وغرقت بقى في منتجات التخسيس مهم جماعة دولت يعني ليهم مواسم فأسبوع كده هتلاقي موسم التخسيس وتنزيل الوزن ابتدى يملأ الشاشات وابتدى يغزو الشاشات وإحنا موجودين والحمد لله رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعلها كذلك كلمة حق ابتغاء واجه الله سبحانه وتعالى أنا ماليش منتج عظام في السوق ماليش كريم عظام في السوق كان ليا ولكن الحمد لله يعني انتهى التعامل فيه وانتهى التعامل بعد الارتفاع في المواد الخام عشان يوصل لحضرتك هيوصل لك بستمائة سبعمائة جنيه أنا مرضتش يا إما أن أنا قال المدى الفعالة أيضا مرضتش لأن أنا اللي هأسأل عن هذا المنتج وبالتالي أنا ماليش منتج عظام خالص في السوق الحمد لله رب العالمين ولكنها كلمة حق لوجه الله سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك هنبدأ النهاردة أمراض العظام في الطب البديل هذا هو الجزء الثالث تحدثنا في الجزئين السابقين حلقتين السابقتين عن الانزلاق الغضروفي وضغط الفقرات وتحدثنا بسرعة كده عن خشونة الرجبتين وفهمنا عن إيه انزلاق غضروفي وفهمنا يعني إيه ضغط فقرات وعرفنا الأعراض اللي هتيجي وشفنا الفرق الشاسع في التعامل مع هذه الحالات في الطب الغربي اللي لابد من جراحة ولابد من تدخل جراحي وإلا هيحدث شلل والتعامل مع الطب البديل الحمد لله رب العالمين بألياته البسيطة وجدنا أن المشكلة انتهت تماما وليس هناك تدخل جراحي وليس هناك شلل بفضل الله سبحانه وتعالى ووصلنا مع المرضى بتوعنا للنتيجة بفضله سبحانه وتعالى 100% واصلحتك على المشكلة اقناها أمامها وفي الاقربة اقناها